لسه بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو تسعين نسعين وزي ما انتم متعودين معنا كل يوم حد بتكون الجزء التاني من حلقتنا الفقرة الرياضية ومع الاحداث الرياضية الكتيرة ونقموص من انتقالات اللعابين وانتهاء من الدور المصري وكمان اه مشاركة الزمالك في البطولة العربية وتقلق وفي المباراة الاولى فحاجات كتيرة جدا هنعرفها في حلقة النهاردة وكواليس كل حاجة مع زميلنا العزيز والصحفي الرياضي اسر حسين اللي بنورنا في الاستوديو زكي اسر عمل ايه الاخبار? على سالي وعلى جمهوركم محترم كل حتى اللي بسمعنا الدور. نبدأ بقى بالبطولة العربية ومشاركة فريق الكرة لنادي الزمالك في البطولة وتمع الملفوز اللي كان اه حاصل مؤخرا فاحنا عزنا نتكلم بقى عن البطولة واهمية كمان البطولة بالنسبة لنادي الزمالك. اه بطولة مهمة جدا فعلا يا سالي ويا فادي يمكن اه الزمالك اه دايما الكرة بتديك فرصة للتعويض اه يعني لا يخفى سيران انه واحد من اسوأ المواسم للزمالك موسم صفري على مستوى البطولات. طبعا لسه في فرصة في كاس مصر المستكمل وقطع شرط كبير فيه معه سوريو الحقيقة بالوصول للنصف النهائي ولكن اجمالا اه موسم سيء للزمالك جدا. جات البطولة العربية توقيتها مهمة جدا. زمالك عنده ازمة في القيد عنده ازمة في المداخيل عنده ازمة في انه يشتري لعيبة. بالتالي التواجد في البطولة العربية من حيث الماديات مهمة جدا. من حيث انه لعبت الزمالك تبقى مدركة دي فرصة ان هما يصلحوا جماهرهم بالوصول لمكان دعيد في البطولة. احنا مدركين كمصريين وطبعا جمهور نادي الزمالك اللي بيسمعنا انه البطولة صعبة وفيها اندية قوية لكن في النهاية يبقى نادي الزمالك متمرس في الحاجات دي. قمته الجماهيرية. حتى الجالية المصرية هناك جماهير الزمالك كبيرة جدا. الاندية كبيرة دايما يا سالي وفادي بيعرفوا العبر المطشاط دي. وعشان كده كان الفوز الاولاني بمثابة تصريح او ستيتمنت ان انا ابقى انا لسه نادي الزمالك. لما لعبوا ده من التحاد مستيري بالعيبة الخبرات اللي بدأت المباراة بقيمة شيكبالة بقيمة زيزو بقيمة فتوح. هتقدر انها تحسم اللقاء. اه زمالك انا رايي انه وضع القدم في التآهل حتى لو تأهل كتاني المجموعة. بالتالي احنا بنتكلم ان اللي بيطلع من دور المجموعات على اقل ضمن مية خمسين الف دولار. لو روحت ابعد بنتكلم في ارقام اكبر. فبالتالي توقيت البطولة مع الجواز المادية اللي اتعمل بشكل كويس او في النسخة الحالية من البطولة اللي اتعمل بشكل اقوى بكتير جدا. اعتقد مفيد جدا. الماتش اللي جاي ما بين الزمالك وما بين الشباب. اللي هو تعادل مع فريق النصر اللي من صفوفه طبعا كريستيان رونالدو. اه فالموضوع شوية فيه تحدي اه وفريق الشباب مش فريق سهل خالص. اه فريق فرق المحتاجة تجهيزات ومحتاجة حاجات. تفتكر كده جوه الكواليس ايه اللي بيحصل دلوقتي بعد الفوز في المباراة الاولى. اه بداية قوية واللي دايما مع اوسوريو اه مدير الفني لنادي زي ما حصل قبل كده في الدوري فيه مباراة مع المقاولين. اه حقق رقم كبير جدا وسكور فالناس بان تطمن وتشوف اداء للفريق وتكون متطمنة بالنتيجة الكبيرة فجأة المباراة اللي بعد كده بتحصل اه يعني اه شوية لغوطة في الاوراق و ونتائج واداء مختلف تماما عن المباراة فهل المباراة الاولى برضو قد ما هي تطمن ممكن تكون مقلقة? سؤال زك يا فادي يمكن اه اه اوسوريو طبعا مش هقولك ان ما فيش يعني مش اقول ان فيه اهتزاز في النتائج لانه في النهاية حقق ست انتصارات متزاجهة الراجل اه كيف وقت صعب جدا استنب بالاهلي اه بنسخة الاهلي الحالية الشرسة جدا استنب ببطل افريقيا فكان الطبيعي حتى والزمالك بيحاول يعمل مباراة بيراء انه يخسر بربعية مقابل هدف لكن اه افوز المقولين كاناز بتعتبره خدا لكن اعتقد ان بعدها زمالك ادى بشكل كويس لو استثنين مباراة الاهلي حتى انهى الدور بالتعادل امام فارقه كان متقدم لكن كان فيه تراخي شوية من لعيبة مباراة الشباب مهمة جدا لانها هي اه الحاجز اللي يخالي زمالك يكمل في البطولة باعتقد الفوز على الشباب بيعني بكل مقاييس تأهل زمالك حتى لو تأهل ثانيا لانه النصر كمان فيه ميزة لازم يلعب على زمالك ان النصر بيلعب رغم ان هو مدجج بالنجوم هو موجهة جدا النصر دخل مباراة الشباب وهو لعب مباراتين فاقل من تمانية واربعين ساعة يعني فاربع عشرين ساعة لابه دام انتر وكريستانو لاعب شوت كامل امام انتر ميلان وبعدين اليوم اللي اللي بعد ولو عندهم مطش عندوكم مطش في البطولة العربية فلاقيبه مراحتش ده في لغة الكورة انتحار انك يبقى الريكابر والاستشفاء اربع عشرين ساعة فحتى كريستانو يعني قصد انه ميدليش بقى ايه تصريحات اللي كان طالع مدائي جدا من مباراة تانية فمبارات الزمالك مع الشباب وهو فاكر ايه يبقى ايه ياخد كل فلوزي والاش اه ما ليه انا مش عايز اه فاكره جاي ايه 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 يتصور وياه بالله هتلعب بفلوزك فايز دايما عقليه توينر فما بيقبلش حتى بالتعادل اه فزمالك اعطاك المباراة الشباب هي المباراة الاهم في البطولة ليه حتى الفوز بعد صفر مرضي جدا 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 لنا كلنا لانه الفوز حتى المباراة صفر يعني انا زمالك وضع قدما في الدور التانية ان شاء الله تمام نتمنى اكيد توفيل النادي الزمالك في البطولة العربية وعلى مدار البطولة اكيدا هنكون بنتابع معاكم كل الاخبار بعد الاغلال اللي جاية بقى نرجع هنتكلم عن الموسم الانتقالات ولعيبة كتير بتتحرك مش بس في الفرق المصرية لكن في معظم الفرق اخر حاجة كان من ساديو مانيه خلاص اه هنتكلم كده ساديو مانيه رسميا بقى فين فوف الناصر السعودي يزامل بقى الانكس تاليس يزامل تاليسكا كريستيان رونالدو كردة ناصر السعودي كل دول في ناصر السعودي هايل جدا نرجع نكمل كلنا مع الصحف الرياضي ااسر حسين منورنا دلوقتي في لسه الصبح على الراديو تسعين تسعين مرة تانية بنكمل معكم لسه الصبح على الراديو تسعين تسعين سالي سعيد وفادي ابراهيم والفقرة الرياضية واضفنا اصر حسين والمحببة الى قلب انا بحبك اصر جدا معانا بحس نوع شبهنا كده وعنى عرفت لطيفه معانا وبحبك جدا يا إسر تبقى معنا كده تتكلم عن الرياضة في لسة الصبح نخش وقا في الموضوع المهم أنا وقال بمبسط أسالي معك أنت وفادي جدا أنا عاد في البيت يعني تخش وقا في موضوع الانتقالات ومبابي وكنا سمعنا أنه كان فيه عرض من السعودية وهو رفض العرض وكواليس كتير أولي علاقة بموسم الانتقالات كده وهنبدأها بمبابي صحيح يا سالي يمكن قصة مبابي من يعني منذ ما كان هو محتاج أنه يجدد عقده مع باريس القصة كانت مشتبكة جدا والدته تولت زمام الأمور في أمور التفاوض أنا عادي زمامة اللي تتفق لي لو على مليارات يا سلامة أنا بسكها من بكرة وتباوكل وجبني لو تفاصل بقى وتعمل الحقات وهي عمل الكامب فعلا وجبت له أرقام كبيرة أنا على عكس ناس كتيرة في يعني زمالنا في الصحافة الرياضية وفي الإعلام الرياضي بتعاطف مع الناس تقولك أنت بتعاطف مع واخد عقد ملياري لأنه أعتقد أن الولد في السن صغير جدا هو عقده كامل أو فاكر دلوقتي هو اللي حصل أنه كان عايزين باريس يجددوله كان ساعة تبقى لسه 23 سنة أنا عايزة أخليك بس أنت وسيلة تخيله معايا فادي حجم الضغوط في السن ده حتى لو كنت أنت لاعب مشروع لاعب كبير أو مشروع حسن لاعب في العالم عندك تحتل الكرة العالمية أنت وهلند في فترة ما بعد أو عصر ما بعد رونالدو وميسي تدخل رئيس فرنسي ذات نفسه في مسألة تجديده تخيل رئيس دولة بحجم حضارة الشعب الفرنسي بيتدخل لتجديد لعب لعب سافر على الدوحة إنه يفضل في باريس وقال له أنت هتكون الفيس أو الوجه بتاع أولمبياد باريس ولابد من تواجدك في الفترة دي في نادي باريس سان جرميل وقت البطولات كمان العالمية مقصد دولة يتكلم لاعب عشان يجدد عاده في نادي معين داخل الدولة الفرنسي ثم ركب طيارة وراح على الدوحة عشان يقولوله إيه العرض الساخي جدا اللي في انتظاره في هذا السن عشان ما يروحش ريال مدريد ويقعد معاهم ويبقى قاعد مبسوط انه قاعد في باريس سان جرميل فبالتالي اللاعب السن الصغير جدا تعرض لحجم الضغوط دي فبالتالي جدد تحت الضغوط الهائلة دي برقم كبير طبعا مش مطلعه دحية لكن هو يعني حصل حاجات كبيرة جدا علاها في هذا السن إمتى بدأ جمهور الكرة يرجع يحبه تاني ويتعاطف معاه في كس العالم في تعبير احنا بنقول إنه دايما طول ما اللاعب عايز يلعب جعان كورة وهونجري فور فوتبول وللمنافسة دايما بيكسب الجماهير تاني اللي عمله إمبابي في كس العالم رغم من أرجنتين فازت كس العالم ومسي خد السوكسي كله وخد النقطة الأخيرة واستحق ده لكن إمبابي عمل واحدة من أعظم البطولات للاعب في هذا السن والمبارنة هائية كمان دراما بلعب لوحده يعني شايل فرنسا لوحده فبالتالي هنا استرجع جمهور الكرة تاني إنه عارفين إن هذا اللاعب هتعرض ضغوط وهو عايز يلعب كورة المسألة مش جمعة لأموال اللي إحنا ده شايفينه لعيبة في سن صغير جدا بزيختار إنه لأنا عايز أمل مستقبلي ويبعندي عقد كبير ومش مهم إنه نفضل في الدورات الخامسة الكبرى في أوروبا مش مهم إنه نعمل مشوار كورة ويحترم لما بطل أو يعني نرفع الحزاء زي ما بيقوله في ده وفي ده دلوقت الموضوع تغير تماما واتضح إنه التواصل مع ريال مدريد لم ينتهي أبدا هو حلم إنه يكون ضمن صفحة ريال مدريد دايما موجود ده جوا دماغه بالضبط فالفترة دي بدأ يفكر تاني ياخد الخطوة أو يعجلها شوية وفي حياة يتحركوا فيها دي كمان يعني أنا أعتقد بريز في في تواصل دائم مع اللاعب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لما جي بريز السنة دي اعتبارا إنه ده خلاص بقى اللعب بتاعنا طب إحنا عايزين آآ نجدد رفض بشكل قاطع وهنا بدأت متبقف عقدة دي تقريبا الموسم القاطع الموسم يحدخوا ليه طوغي في يناير بعد الموسم ويتعقد مع أي نادي هنا بريز اتحط وإحنا من دلوقتي حد شهر يناير هي فترة هيروح فين هيروح فين أو هيجدد يقعد في بريز ولا لا هو مش عايز يجدد هو قال لهم بشكل قاطع في بيان رسمي كمان اللي صعب الموضوع تصريحات اللاعب اللي كان فيها أمور تتعدى إنه هتجد ولا لا فيها هجوم على سياسة النادي هجوم على كيان النادي وما يمثله في كرة القدم الأوروبية إنه ده نادي عمر ما هيكسب بطولة ده نادي بيحرم اللعيبة من إنها تبقى ضمن مشروع الناجح بتصريحات مبابي نفسه واللي طبعا بعضا قد إنه ده كان حق والمشروع طبعا ناصر خليفة رئيس النادي هنا اعتبر إنه قصة مبابي منتهية وإن اللاعب معروض للبيع باريس اقتصاديا وفنيا قدام حلين اقتصاديا إنه اللاعب يتباع هذا الموسم بكام باللي جاي قلني بكام كم افرحلي يعني اللي حيعلي السعر أكتر حتى خط السعر حياخد اللاعب بس برضو ترجع وتقول الناس برضو عشان الأمور المادية تتحكم في حاجة كتير قوي جدا في كرة القدم من دول رغبة اللاعب تبقى وده في قواعد في قواعد في قواعد في اي لحظة ممكن الرغبة دي هي تتغير بالزفر ريال مادريد هيديله طبعا ريال مادريد من أهم النوادي في أوروبا بس هو لسه يعني بحس إنه ما بقاش زي الأول ريال مادريد فهم قصدي لكن كان بسطة النجوم دايما نجوم يعني فترة ما بعد كريستيانو رونالدو إنه هابني فريق شاب واللعيبة دي هتكون نجوم بعد كده وكان بيرعب الدور ده طبعا واحد من أهم الناس برضو نقول لناس اسمع عشان تبقى حفصاه جوني كاليفت هو كان الكشاف لريال مادريد وأصبح رئيس الكشافين في ريال مادريد إنه هو اللي جاب اللعيبة ده تتقود ريال مادريد من كل الأرانفردي هو اللي خادر صناعة النجوم صناعة النجوم فبالتالي مع المجموعة الشابة اللي احنا شايفينها دلوقتي عمره متقربة جدا وانت بتاخد مستقبل كرة القادر مش تعاقد مع لعب مميز هالند في النهاية لعيب جبار لكن في النهاية هو مهاجم بس مبابي لعيب صدر لعبه كل شيء يقدر يشيل فرقة فادي على كتافه وشفنا ده ويشيل منتخب بحجم فرنسا كمان على أكبر في العالم ويكسر العالم بيلعب بالشخصية دي في النهاية بيسجل قدام ميسي قدام أرجنتين فبالتالي انت هتتعاقد مع مستقبل كرة القادر من العشر سنين قادم طب تتوقع يا إسر ان مبابي على الفترة اللي جاية هيكون جوه ريال مدريد ولا في مفاجأة ممكن تحصل المفاجأة ممكن تحصل ان احنا معانا من دلوقتي يا فادي ويا سالي الحد واحد تلاتين تمانية كل فيه أندية عندها قدرة انها تقدم مبلغ مقبول لباريس زي مين ليفربول ممكن يقدم عرض ممكن تشوف مبابي مع صلاح مثلا في نفس الفرقة يعني 90 بليون أو ما أكتر باريس هيستمع للعروض دي لأنه مش عايز هيخساره ببلاش قبليه مقبلش 190 دلوقتي فاعتقد فيه أندية تقدر تدفع المبالي ليفربول وإيه كمان طبعا هو رفض حتى الدخول في تفاوض مع الهلال لأنه الرجل مش عايز يروح يروح دوريات عربية الفترة آه طبعا آآ بعتقد دايما آآ ممكن يعني غير لربول أي أندية في بريمير ليك دايما في المجلس ممكن أي عام بالضبط دوري إنجليز ممكن يغير فلسفة الفريق كلها عليه وإنت بتكلم أنت هتجمع بين هلند وينبابي فرقة واحدة بلأن دي قدرة أنها تسيّل الفرقة القاتلة الفرقة تفلت بقى آآ اللعبة تفلت يعني طبعا فلا قصة كبيرة جدا وأعتقد هنفضل في آآ هنعيش تسبنس جامد لحد انتهاء الموسم من أهم من أهم من أهم من أهم بعد كاس العالم كمان جموته ظهرت بشكل كبير جدا في العالم كله ومش بس آآ في فرنسا ولسه منكم معاكم لسه الصبح على الراديو على حسين عشان بتتلغبت دايما ونرجع كم حد يتحبك أقول لك أسر حسين آآ أسر ياسين أسر ياسين بعدين أنا مش رافق يعني لو همثل زيه يعني أنا موافق حسولكم من إحنا وبتفتحونا في دلوقتي بالصوت في البحث إحنا التالت اللابسين تيشيرت اسود هو ده اسود ولا كحلي اسود وإحنا التلاتة احنا تلاتة ده اسود أنا شايفه كحلي يبقى مشكلة يبقى عينيك اللي واجعيك واصلين اللي بتدرر عندي يلا طيب كلمنا عن والانتقالات اللي ممكن تحدث يعني وتوقعاتنا لها هنتكلم بقى عن الانتقالات في الدوري المصري مين رايح فين وإيه اللي بيحصل حلو قوي سؤال حلو قوي يا ساليو يا فادي لأنه الموضوع أقول لك ليه والله حلو لأنه الناس حاسة أنه لسه بدري ونوص من الانتقالات في الدوري المصري ما بدأش لكن الأهلي خلى الناس تنتبه لأنه داخل بشراسة كبيرة جدا فالأندية طب يلا احنا كمان الأهلي ضرب ضربة قوي جدا ضربة الممعشور إضافة كبيرة جدا 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 على المستوى الفني يعني الأمور الجماهيرية دي بقى نتكلم فيها بعدين لكن إضافة فنية كبيرة جدا لخطوة السلالة خاصة بعد خروج حمد فتح للوكرة النادي الأهلي كمان مفروض بينتظر اليوم وصول رضا سليم لعب الجيش الملكي إلى القاهرة ووضع الرطوش الأخيرة على انضمار اللعب جناح أيمن وساعد بلعب مهاجم لكن هو متميز في جناح الأيمن اللذيذ في الموضوع إنه لما سؤل كولر عن طلباته والفنية لحد دلوقتي المراكز دي ما كانش فيها حد لكن تدعمات قوية جدا فمخليها فيه هدوء في الرأي العام الأهلي والإنه الرجل لسه عصلاجة في التجديد على عكس محمد مجدي أفشا اللي يجدد رسميا مع نادي الأهلي على بيض طب محمد شريف رغبته يكمل في الأهلي ولا رغبة النادي يعني مين عايز مين يكمل محمد شريف رابط وجوده بوعود للمشاركة وده في النادي الأهلي شيء صعب جدا صعب جدا ومع كولر صعب مع كولر صعب جدا رغم يا فادي ويا سالي إنه الراجل عنده ميزان العدالة في المشاركة أعتقد بيعمله بيوازي مدربين في أوروبا في روتيشن كبير بيعمله بشكل ممتاز جدا الفرقة اللي بتكسب فول سكود أو بالتشكيلة الأساسية أربعة بتخش المطش اللي بعده بالاحتياطي بتكسب أربعة فبالتالي ده يحسب لكولر ده بالنسبة لنادي الأهلي نادي زمالك إن شاء الله إن شاء الله تحل مشكلة القيد وزي ما قلتلكه في أول لينك معنا زمالك عينه على مين بقى من اللعيبة في حتة كتير جدا مع عينه حاليا كل اللي زمالك بيتكلم معهم كلهم فوسط الملعب وفي لعيبة ما أعتقدش زمالك يلاقيه منافسة على ضمها يعني يعني مثلا باصس لسوق انتقالات مختلف لإن الراجئ بيشارك الدورة أبطال في أول مرة فهي بيبص على كواليتي لعيبة مختلفة النادي الأهلي أمن جزء كبير من احتياجاته أو رايح لكواليتي مختلف لإن عنده 71 مباراة قادمة في موسم استثنائي وعنده كاس علم الأندية فعايز يروح بكواليتي كويس يقدر ينافس به أو يقدم صورة مشرفة يعني شرف قارته الزمالك هيركز في اللعيبة الأبرز فوسط الملعب في الدول المصري وكان فيه كلام على محمود حمادة كان فيه كلام على لعيبة كتير جدا على انتدابات فوسط الملعب بنك الأهلي خلص سيرجي أكا اللي كان في الإسماعيل وكان عنده مشكلة في استكمال عقده وكان بيقول انه ما بيقباطش بقاله فترة فدفع شرط كزايا بنك الأهلي وخلص مع اللعب لعب كويس أثبت كفاءة مع الإسماعيل بنك الأهلي دعم أعتقد الفترة اللي جاية هنسمع صفقات مهمة لبيرميز لأنه أعتقد هعمل سوق نوعي شوية لأنه الإحساس داخل بيرميز أنه على رغم مرور خمس سنوات على الاستثمار وما فيش حتى لم يتكلل ببطولة بعد أنه حسين أن البطولة جاية جاية وقربت لأنه أنه تلعب معنا دلالي اتنين وواحد منهم يخلص بهدف وحيد والتاني يخلص في الوقت الإضافي استمرار باتشيكو لخلق هوية جديدة للفريق وخلى اللعيبة اللي كانت شغلها الشاغل أنه عقد كبير في فريق استثمار ضخم وبيدفع فلوس لأ أنت لاعب هنا لازم تنافس على بطولة خلق روح كبيرة جدا يعني يجدد رسميا مع شريف إكرام مثلا أن أنت تحفز على أن يبقى فيه كبات للفرقة طبعا رجوع عبدالله سعيد من الإصابة هيمثل إضافة كبيرة جدا رجوع رمضان صبحي من الإصابة هيمثل إضافة كبيرة جدا الشراء عقد مصطفى فتحي من التعاون إضافة كبيرة جدا مصطفى شفته من أحلى النسخ اللي شفتها مصطفى فتحي شفناها مع بيرامنز بيرامنز مرتاح بعيد عن الضغط الجماهيري فالنيات بتاعته بينك شكل هلوة كان مضغوط عليه جدا في نادي بثقة الجماهيري كبير زي الزمالك لكن مع بيرامنز مرتاح بيعبرحته بيطلع كورتو كويس أضاف كبير كتير لنادي في كل البطولات السنادي فبعتقد ده لحد لوقتي شكل سوق الانتقالات المصري الأهلي لحد النهاردة ما جابش المهاجم الكلام النسوزة بيروحوا بيجي اللاعب براغبته الأهلي ونادي معصلك جامد 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 جدا مع الأهلي وصعب جدا وغير مريح في المفاوضات لكن راغبة كولر إنه الراجل كويس بس عمنا علي لطفي من الأهلي خلاص راح موجود راح زاد وشادي حسين راح زاد وكمان أيمن أشرف راح البنك الأهلي البنك الأهلي يعني دي أبرز أبرز الرحيان وأعتقد قايمة الرحلين حيبا فيها مفاجآت كمان يا فادي وسالي وهتتسع القايمة هنفتح القوس عن التلاتة اللي أنت قلتهم بعد الأغنية اللي جاية نتكلم على اعتزال اللاعب الكبير والمحترم والحبيب الناس كلها محمد عبدالشافي من نادي الزمالك أخواتنا في الكزيرة عندهم كلمة مقولكش حبيب ملايين يقولك حبيب الملايير عبدالشافي جدا جدا كل الناس بتحبه نرجع نكمل كلامنا تاني ولسه الصبح على الراديو تسعين تسعين ولسه بنكمل معاكم على الراديو تسعين تسعين ولسه الصبح وضفنا أسا حسين الصحفي الرياضي وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي اعتزال عبدالشافي لاعب نادي الزمالك حاجة طبعا يعني صعب جدا في لعيبة كبيرة كده يعني مصر غنية بلعيبة الكبار صعب قوي أن لاعب يجمع حب جميع جماهير للكرة المصرية من أهلي من الزمالك من عندها الشعبية من المحلة طبعا اللي طالع منها عبدالشافي نموذج للعب اللي فاهم قوي مقدار الشهرة مقدار النجومية مقدر نعمة أنك تكون في نادي كبير أنك تمثل المنتخب الوطني أنك تكون كتبت مع الجيل الدهبي بأحرف من دهب بطولات أنك شاركت في الربعية التاريخية في مباراة الجزائر 2010 أنك ساهمت بتتويج في بطولة 2010 عبدالشافي تاريخ كبير جدا كان سفير مميز للكرة المصرية حتى في الدوليات العربية والدوري السعودي راحق الألقاب هناك المدرسة بتاعته بتاعت أنا مش هتكلم في الإعلامة أنا مش هعمل جدل أنا بجدد مع النادي بتاعي بهدوء جدا هل دي المدرسة اللي إحنا مفتقدينها تماما جدا دايما بتاقي في دوشة مع أي لعب كورة بيعمل أي حاجة بتمنى تصفحات إعلامية قليلة جدا مهمة جدا أنه ياريت وهو بيعتزل كده حد يسأل من اللعيب أنا طلع أنتو ليه تخلق مع مين مثلا أنتو ليه 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 مدقيين أقوى عبدالشافي خد النموذج ده وحاول حاول تتعلم منه الحقيقة هو تركيز في الملعب فقط تدريبات فقط بس مليش دعو بأي حاجة ومؤدب في الملعب وبره الملعب ملتزم جدا وقت إصابته الكبيرة كان الناس كلها متضايقا يعني لأ عايزينك ترجع على طول بالضبط وبالضبط وبعدين بيقولك الجمع بين يا فادي أنه يعني طبيعي وده موجود في كل حتى في دور إنجليزي وحتى النجوم الفرق لما بيطلع بيعملوا باندتريا وتحليل بيعودوا يدوا لبعض كده حاجات هزار أنديادة ده بعض في التنافس بينهم كل الناس نحب عبدالشافي جدا فنقوله يعني يعني أنت هتبقى حاجة كبيرة حتى بعد الكورة بخلاقك هو موجود مع الزمانك في السلك التدريبي أو الإعلامي أو كان عبدالشافي هايبقى حاجة كبيرة هو موجود مع الزمانك في البطولة العربية كمشاركة كمان معهم يعني يكون بيدعم النادي اللي بيحبه وأعتقد ده يعني ختام حلقاتنا النهاردة بالكلام على لاعب محترم زي محمد عبدالشافي يعني وبالتوفيق في كل الخطوات اللي جاية لي آسر بنشكرك جدا زي ميلنا العزيز آسر حسين الصحفي الرياضي اللي دايما بينورنا وندردش مع بعض في كل حاجة اللي علاقة بالرياضة وناخد جوالات عالمية ونرجع تاني للدوري المصري وكل البطولات المصرية نورت الراديو تسانين سعين